موسيقى في كورس الإنجليزي ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين من أفضل الكورسات الإنجليزية لأننا نتبع طريقة الحفظ الجمال عندنا من الحلقة من كلمة 146 إلى 150 سوف نأخذها في هذه الحلقة خمس كلمات في أمثلة وأهم المرادفات لكل كلمة وبنهاية هذه الحلقة سوف نجري اختبارا بهذه الكلمات حتى نحفظها بشكل جيد إذن خلينا نبدأ بالكلمة الأولى من هذه الحلقة كلمة كولد لديها مجموعة من المعاني بارد فاتر قاسي القلب أو تأتي بمعنى زكام كولد كولد اقرأ معي كل كلمة خمس مرات بصوت مرتفع حتى تحفظها بشكل جيد إذن كلمة كولد كولد أهم مرادفات كلمة كولد لستلس كالوس كولد نس كولد نس شيرلي شيرلي تأتي فاتر أيضا لستلس فاتر أيضا وبعض المعاني الأخرى هذه أهم مرادفات كلمة كولد احفظها جيدا مثال أول على كلمة كولد اقرأ معي مثال الثاني وضعت المزيد من الحطب حطب على النار اقرأ معي هذه الجملة الآن احفظها بشكل جيد ممتاز خلينا ننتقل للكلمة البعضها وهي كلمة كولكشن كولكشن جمعة أو تأتي بمعنى مجموعة أو تراكم سوف تتكرر علينا هذه الكلمة عدة مرات بالحلقات القادمة لأن كلمة مهمة جدا باللغة الإنجليزية كولكشن كولكشن أهم مرادفات كلمة كولكشن جاذرين جاذرين كومبينيشن كومبينيشن أجرغييت أجرغييت جروب جروب إذن كلمة كولكشن جمعة أو مجموعة أو تراكم كولكشن كولكشن مجموعة من الكتب مجموعة من الكتب كولكشن أجرغييت وанием اكتب كونه مجموعة من الكتب نرغييت وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس الجديدة مباشرة حين نشرها ولا تنسى الضغط على إعجاب أيضا لهذا الفيديو و لجميع الفيديوهات مجموعة من الطوابع كلمة البعدها كلية أو مجمع أو سأتي معنى حشد أو مبنى الكلية أهم مرادفات كلمة جمعة أو مجمع أيضا إذن كلمة college احفظها جيدا كررها بصوت عالي خمس مرات لكل كلمة حتى تحفظها بشكل جيد وحاول أن تكتب جميع الكلمات الجديدة باستخدام الكراس والقلم حتى تحفظها أيضا بشكل ممتاز جدا بطريقة الحفظ بالجمل المتبعة في قناة سفيرس أكاديمي college إذن مثال أول على كلمة college أنا في الكلية أدرس التصميم I am at college studying graphic design حاول أن تقرأ بصوت عالي حتى تسمع ذانيك وتحفظ بشكل أفضل دائما اقرأ بصوت عالي I am at college studying graphic design ممتاز الجملة قبل الأخيرة الكلمة قبل الأخيرة color color ألوان أو لون بشرة صبغ أو صباغ راية أو مظهر خارجي color 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 أهم مرادفات كلمة color course skin اللي هو جلد بشرة skin likeness point of view point of view وهذه بمعنى وجهة نظر point of view تأتي بمعنى وجهة نظر واحدة مرادفات كلمة color الكلمة مثال عندنا هنا على كلمة color the light the lights flickered and changed color flickered flickered تومض the lights flickered and changed color تومض الأضواء وتغير لونها the lights flickered and changed color many events many events in her past had taken on a different color many events in her past had taken on a different color many events in her past had taken a different color اتخذت العديد من الأحداث في ماضيها لون مختلفا إذن خلينا أخذ الكلمة الأخيرة اللي هي commercial commercial تجاري commercial تجاري أو إعلان تجاري أهم مرادفات كلمة commercial trade merchant merchant أيضا تأتي بمعنى تاجر أو تأتي بمعنى تجاري إذن خلينا أخذ الأمثلة على كلمة commercial commercial agreement commercial agreement اتفاقية تجارية commercial commercial agreement their work is to commercial their work is to commercial عملهم تجاري جدا their work is to commercial their work is to commercial عملهم تجاري جدا ممتاز الآن انتهينا من هذه الخمس كلمات مع الأمثلة عندنا كان عشر أمثلة وعندنا أهم المرادفات لكل كلمة المطلوب منك الآن هو أن ترجع للخمس كلمات تشاهد الحلقة من جديد وتختبر نفسك من خلال أن تكون جملة على كل كلمة أخذناها بهذه الحلقة وتكتب جميع الأجوبة أسفل هذا الفيديو في التعليق حتى أتعلم استخدام جميع الكلمات اللي مرت علينا وتحفظها للأبد حتى بالمستقبل ترجع تكون حافظها تماما وتتطور باللغة الإنجليزية بشكل صحيح إذن أرجع الكلمات الخمسة أخذ كل كلمة وكون عليها جملة أكتبها بالتعليق أسفل هذا الفيديو سوف أمر عليها أضغط عليها أعجاب حتى أشوف الإجابات مالتكم إن شاء الله شكرا لكم على المتابعة انتظرونا بالحلقة القادمة مع كلمات جديدة ومهمة أيضا باللغة الإنجليزية انتظرونا قريبا إن شاء الله شكرا لكم على المتابعة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على إعجاب أيضا ومشاركة هذه الدروس لجميع أصدقائكم لأننا نضع الكثير من الوقت والجهد في إنتاج هذه الدروس حتى تصل فائدة لأكبر عدد من الناس شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء خيبا إن شاء الله شكرا لكم على المتابعة سر الجمعات اشتركوا في القناة